وفي الشحر حيث اندلع ظهر الاثنين حريقا بأحدى الحاويات بميناء الشحر وهرعت فرقة دفاع المدني ومياه التحلية لإخماد نيران الحريق في الحاويات التي تستخدم كمكاتب لأحد الوكلاء الملاحيين وأوضح الرائد محمد سالم غرامة مدير الدفاع المدني بمديرية الشحر لقناة عاد إن التماس الكهربائيين أدى لاندلاع الحريقة مشيرا إلى أن الخسائر المادية تقدر بنحو خمسة ملايين ريال يمني